الطفل الصاخر من صفاته يستخدم الصخرية ليغضبك ويضحك الآخرين يعبر عن نقضه بالاستهزاء يتلمس في عيون وجوه من حوله بالابتسام بعد الصخرية يغضب في حال نصحه بالابتعاد عن أسلوب الصخرية طرق التعامل مع الطفل الصاخر استخدم العبارات المؤدبة لتطلب منه أن يوضح انتقاده غير اتجاه حديثه واجعله يتوقف عن الصخرية تحدث معه على الفراد وأنت في قمة الهدوء والابتسامة لتوضح له أنه لم يحقق هدفه كلفه بإيجاد حل للشيء الذي ينتقده ترجمة نانسي قنقر